فيلم بيتكلم عن شاب في بداية سن المراهقة بيحاول اكتشف نفسه بس لسه مش عارف بيبدأ الفيلم بواحد بيوجه كلامه لحد بس احنا لغاية دلوقتي لسه مش شايفين هو مين بيسأله اسئلة الـ HR الشرير وبيقوله تدين نفسك كم من عشرة دلوقتي هنشوفه بيكلم مين ده دانكن شاب يبدو منطوي قليلا او كثيرا هيبان دلوقتي معانا المهم انه دلوقتي بيظهر ان دانكن ده مش طيقه ولا كأنه جزمه ايه ده بيطلع جزمه فعلا او بيرسم عليها لسه مش متأكدين المهم ان دانكن بيرد عليه وبيقوله انه بيقيم نفسه بستة من عشرة بس الراجل جزمه ده بيقوله لا انت يا دوبك ثلاثة من عشرة بيوصلوا مدينة ساحلية وبنعرف انهم رايحين يقضوا اجازة صيفية سعيدة هناك بيتعرفوا على ستة خمسينية معاها بنتها سوزانة وولد صغير بس يظهر كده ان الخمرة لحس الدماغها على الاخر بتقعد تخرف بكلم كتير عن الوحدة وحاجتها لراجل بتحسد ام دانكن ان في راجل في حياتها وبتقولها خلبوسة شكلكم جايين هنا عشان تخربوها وبتحاول تصرب دانكن مع بنتها عشان يخلى لهم الجو وبيروح فعلا معاها لغاية الشاطئ بس هو مش بيتكلم ولا هي كمان بيرجعوا البيت وبيقضوا صهرة مع بعض بس برضو دانكن مش بيتكلم وفي البلكونة بيشوف سوزانة تاني وهنا الاول مرة بيبدأوا يتكلموا مع بعض تاني يوم الصبح بتتدايق سوزانة لانهم بيكونوا خلصوا كل المشروبات في صهرة بالليل وبياخد دانكن العجلة من وراهم وبيروح كافية في ألعاب بيقف جنب واحد بيلعب فبيقولوا ايه بعد عشان شايف انعكسك في الشاشة وانت كده هتخسرني وانا في لفل مهم فبيبص دانكن وبيقولوا بس انت لسه في الأول فبيقولوا مش دايما للأدوار المهمة هي اللي بتكون في الآخر وبيخلي يجي يلعب مكانه بيرجع دانكن البيت وهو مبسوط وبيسيب العجلة في المغزن من غير ما حد ياخد باله بيطلعوا كلهم في رحلة في البحر ومامة دانكن بتلبسه لايف جاكت فبيقولها انت بتعمل كده ليه انا مش صغير فبيقوله انا بس خايفة عليك وعلى المركب بتحكي هي وصاحبها ازاي يتعرفوا على بعض بعد ما اتطلقت وبيسيبوا بعض فبيتدايق دانكن وامه بتلاحص فبيتروح له وبتقوله مالك فبيقولها جبتيني هنا ليه كنت تسيبيني مع ابويا بدل ما انا مضطرة شوف حاجات ما بتعجبنيش فبيتقوله هو كده انت لازم تبقى معايا انا بياخد دانكن العجلة وبيمشي المرات دي بس وهو باين على وشه انه متدايق بيروح شاطئ بيشوف واحد وست بيتكلمه وبيعود يضحك على كلامهم بيقابل دانكن سوزانة تاني برا البيت وبتقوله انها خرجة في الشارع عشان تكلم ابوها من غير ما امها تشوفها اصلاها مش عايزان اروح عنده او اكلمه فبيقولها وامي انا كمان بياخد العجلة وبيرجع على الشاطئ تاني ونفس الراجل بيتكلم معاه وبيقوله انه هيعلمه السباحة بيستغرب من منظر لبسه وبيقوله انت اخر مرة اشتريت جينس امتى فبيقوله انه امه اللي بتشتريله بياخده وعنده واحد بيعمل ملابس وبيطلب منه يعمله حاجة على مقاسه وبيطلعه بعد كده في مجموعة كبيرة على البحر بعدين بيقرر انه يوصله على البيت وبيطلب منه يشتغل معاه في مدينة الملاهي المائية وبيفرح دانكين وبيوافق بتشوف بامتو الشاب اللي معاه وبتسأله مين ده فبيقولها واحد صاحبي بتستغرب انه صاحبه يعني في سنه ازاي بيكون بيسوقوا معاه رخصة بتطلب منه انه يبقى يعزموا عندهم على العاشة عشان تتعرف عليه فبيقولها ماشي وبتفكروا انه ما ينفعش يبقى طول الليل والنهار برا البيت فبيقولها كلام ده قلين نفسك برضو بتستغرب من جرئته وبتقوله انه في حفلة وانها محتاجيكم معاها فيها في الحفلة بتطلب منه يعمل طبق عشان ياكلوا سوا ويقعد معاها لانه وحشها فبيفرح جدا وبيروح يعمل الطبق وبتيجي سوزانة بتقوله ان الاصناف اللي بيحطها في الطبق دي مش كلها مفيدة بس هو بيقولها انه مامته بيحبها وانه ما هيكلوا سوا وقبل ما يخلص الطبق بيجي صديقه مامته وبياخدها ويمشي فبيتشاور له معتزرة انها مش هتقدر تاكل معاها فبيتدايق جدا وبيرمي طبق الاكل بتحاول سوزانة تخفف عنه وتقوله ممكن نتمشى سوا بيحقل بعض عن مشاكلهم وعن ابهاتهم وبيقولها دانكين ان ابوه ماشي مع واحدة من دور عياله وانه مستني ابوه يستقر في حتة عشان يروح يعيش عنده شوية بيرجعوا لأهلهم وبيشوف دانكين صديق أمه وهو بيخنها مع واحدة ثانية اسمها جوان هي بتحس بس هو ما بيقولهاش بتاعني يوم بيروح لصاحبه بتاع مدينة الملاهي المائية أصلهم كلهم كانوا متفقين على معاد الساعة 9 الصبح بيرميلوا تيشرت يلبسوا عشان يبدأ الشغل وأول حاجة بيكلفوا بيها انه يجيب الكراتين اللي الشباب بيرقصوا عليها ولما بيروح بيطلبوا منه يرقص الأول عشان يدهاله بيرقص فعلا وبيتبس جدا وكل يوم يرجع البيت مامتو تقوله كنت فين يقولها كنت في أي حتة فتقوله يعني فين يقولها ما لأي حتة ده مكان وبيروح تاني الملاهي وبيوقف ينظم الحركة بين اللي بيركبه الأكوا بارك وبنشوف عيال صاحبه التلاتة غير الشرعيين وهم محشورين في الأكوا بارك فبيطلب من أي حد قوي يجي يزقهم وبييجي واحد فعلا وبيخرجه وهم بيتحكوا بس الست اللي بتشتغل معه بتوبخه بيحاول يغير الموضوع ويقولها بس انت حلوة أو النهاردة بس برضو ما بيكلش معاها كلام ده وبتقوله لو مش ناوي تلتفت لأكل عيشك ما تكملش بدل ما تقفل لنا المكان دانكن بيعتذر له وبيقوله أنا آسف أنا عارف إننا السبب فبيقوله ولا همك يا صاحبي بيرجع البيت وبتطلب يام والدته منهم منهم يقضوا الليلة أسرية مع بعض وبتجيب لعبة تنفع للأسرة كلها وبيعودوا يلعبوها سوا بس صاحبها بيضايقها فبتقوموا بزعق لهم تاني يوم بيروح دانكن للملاهي المائية اللي بيشتغل فيها بس المرة دي سوزانا بتطلع وراه عشان تشوفه بيروح فيها وبنعرف إن دايهم أجازة بس بيلاقي صاحبه هنا وشوية وبتيجي الست اللي بتشتغل معاهم سوزانا بترجع مرة تانية وبتتكلم مع دانكن وبتقوله انت ليه موقفتش إنك شغال هنا فبيطلب منها إن داي يكون سر صاحبه بيفضل يضحك عليه من بعيد هو واللي شغال معاهم وبيمسك المايك وبيندع عليه فيه وبيفضل يقوله معقولك بيرت وبقى عندك صاحبة فبيقوله إن الموضوع مش دايما هو فاهم هم صاحب عادي وهي كمان أكبر منه بس صاحبه بيقوله إنها حلوة جدا وإنه ما ينفعش يضيع الفرصة دي بيرجعوا سوى البيت وبتكون يام ممتوا بجاهزة لأكل وبيكونوا مستنين صاحبها بس مش بييجي فبيتقولهم مش هنستنى أكتر من كده وبيأكلوا ولما بيرجع بالليل بتقوله كنت فين فبيقولها كنت معا بيك في المركب بتاعته وتاني يوم بيكونوا وعدين سوى وبيقول بيك إن القارب بتاعه عطلان من أسبوع فبتعرف يام إن صاحبها بيكذب وبتسيبهم وبتقوم بيوقفها دانكن وبيقولها تفضل تعملي نفسك مش فهمها لغاية إمتى هو بيخونك مع جوان ولازم تاخدي قرار حاسم في علاقتكم بتحاول تسكته بس هو بينفعل جدا وكمان بيحاول يضرب صديقه أمه ولما بتفضل يام تدفع عنه وبيسيبهم وبيمشي بيروح يعود لوحده وبتروح وراء سوزانا وبتحاول تخفف عنه فبيقرب منها وبيقرب قوي لكنها بتبعده فبيرجع البيت جاري وبيسمع صاحب أمه وهو بيصالحها وبيسبتها وعمال يقولها إنها تستاهل حد أحسن منه وإنه هيحاول يكون الحد ده فبيقرر إنه يمشي خالص ويروح لصاحبه اللي شغال معاه وبيقابل بيتر في الطريق وبيقول له خدني معاك وإلا هقولهم بيوصلوا بنشوف إن في حفلة عاملينها للعامل اللي شغال معاهم وبتقلب الحفلة دحك وبيفضلوا يرشوا على بعض مية بيطلع النهار وصاحبه بيقول له لازم تروح بس دانكن بيقول له إنه بيكره البيت وبيكره صاحب أمه ونفسه يفضل هنا على طول بس صاحبه بيقنعه إنه يرجع فبيرجع للبيت فعلا أول ما بيوصل بيلاقي إنهم بيجاهزوا الشنط ورجعين صديقه مامته بيقول له إننا قررنا نفتح صفحة جديدة فصف يا لبن بقى ما تبقاش قفوش بيدخل لمامته وبيقول لها ليه نمشي الصف لسه مخلصش لو صاحبك ماشي ناخد إحنا بيت لوحدنا لكن هي بتقوله إننا لازم نمشي فبيزعل جدا بتودعهم سوزانا ومامتها وبتقرر سوزانا إنها تبوسه وبتقولها إنها لما رفضت أول مرة كان بس عشان فاجئها مش أكتر فبيفرح جدا في الطريق بيقفه في بنزينة قدام مدينة الملاهي المائية فبينزل جاري وبتجري وراء مامته اللي مش بتكون عارفة هو رايح فين بيوصل لصاحبه ويقوله إنه خلاص راجح بس لازم يعمل حاجة الأول وبيجرب لأول مرة إنه يمر في الأكوابارك الكبيرة بالسجادة بيسأله ابن صاحبه وبيقوله عيفت منين إنك تقدر طنكن بيقوله أنا بس بقيت أصدق أحلامي وبيبص على صاحبه اللي أقنعه بكده بينزلوا الاتنيين وبينجح فعلا وبيقوله مامته أنت عندك شاب رائع بيرجعه سوا بعد ما بيودع أصحابه وفي الطريق بيتقرر مامته إنها تقوم من جنب صاحبها وترجع تقعد مع ابنها وبنفهم كده إنه كمان ما بقتش تخاف إن صاحبها يسيبها ومستعدة تخسروا عادي يا طرق في أجهزة مصيف ممكن تغير الناس بالشكل ده ولا ده بيحصل بس في الأفلام نشوفكم في ملخص جديد سلام